أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر استهداف مدينة نجران بصاروخ باليستي وأوضحت الوزارة أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستغرار المنطقة يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها وأكدت على وقوف دولة الكويت التاملة جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات الحفاظ على أمنها واستغرارها وسيادتها